أهو أكبر الله أهو أكبر الله صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والتيسير وتغلق بها أن أبواب الشر والتأسير وتكون لنا بها وليا وناصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم الناصير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام أحبابنا في الله أيها الإخوة الكرام اعلموا أن فاتحة الكتاب الشريفة هي مفتوحة لمقاصد المؤمنين وحوائجهم وقراءتها تنفع وتدفع السوء وتنفع لجميع الحوائج وتدفع جميع الأمراض والأسخام والأعلاب ولها أعداد مختلفة وأسرار كثيرة لشفاء الأمراض وقضى جميع الحوائج وتجليتها وأنوارها توصل قرئها ومنتخذها وردا إلى أعلى المراتب في الفتوحات في العلم والأنوار التي تتجلى عليه بفضاء الصورة الفتحة وأنوارها وأنوارها التي تتجلى عليه في قلبه فيفتح الله تعالى بصيرته وينور طريقه ويعطيه الله من الأرزاق والأموال والخيرات والفيوضات والفتوحات والفتوحات وقضاء الحوائج وجمع الشمل ما يعجز عن وصفه ولكن أيها الإخوة الكرام سنعمل سلسلة حلقات على فوائد الفاتحة الشريفة مما أخذناه عن مشيخنا عن التجربة والبرهان واليوم أيها الإخوة الكرام أضعوا شرر من أصرار الفاتحة لشفاء الأمراض وهو سر بسيط والحمد لله أن الفاتحة يقرأها ويحفظها الصغير والكبير وحتى الذي لا يعرف الكتابة ولا القراءة فإنه يحفظ صورة الفاتحة الشريفة لكن أصرارها أيها الإخوة الكرام تغنيك عن جميع التصاريف وتغنيك عن جميع الدعوات فهي سر الله تعالى القاطع وسر اليوم الذي أضعه لكم هو للشفاء من جميع الأمراض والآلام وجميع الأوجاع التي تصيب البدن أوجاع العينين والأدراس والمفاصيل وعرق النساء وغير ذلك من الآلام التي تصيب جسم الإنسان فبسر الفاتحة الشريفة وبها الطريقة التي سأضعها لكم إن شاء الله تعالى تشفى الأمراض وقد جلبناها كثيرا للكبير والصغير وهي مفيدة إن شاء الله تعالى وبها يحصل الشفاء لأن سورة الفاتحة الشريفة من أسمائها سورة الشفاء ويقال لها الواقية ويقال لها الشافية ويقال لها أم الكتاب وعندها الكثير من الأسماء وقد جعل الله سبحانه وتعالى فرضا في كل صالة لعظمتها ومكانتها عند الله سبحانه وتعالى وهي السبع المتالي والقرآن العظيم وهي أم القرآن والطريقة التي سأدعوها لكم أيها الإخوة الكرام هي من خواص وعجائب سورة الفاتحة وهي عن بعض الصالحين أولياء الله تعالى العارفين كان يستعملها لشفاء الأمراض وطريقتها أنك تضع يدك على الماريد إذا كنت أنت الراقي وهو الماريد أو إذا كنت أنت من اشتكي من الألام فتضع يدك على موضع الألام ومكان الماراد هكذا وتقرأ صورة الفاتحة الشريفة سبع مرات وهذا الدعاء الذي سأكتبه لكم سبع مرات تقرأ الفاتحة سورة الفاتحة الشريفة سبع مرات ثم الدعاء المبارك كذلك سبع مرات تقرأه على موضع الألام ويمكن قراءة هذه الرقية المباركة على ماء ويشربها الإنسان ويكرر ذلك كل يوم حتى حصول شفاء بإذن الله تعالى في أيام قريبة وهي تصلح للأمراض النفسية والأمراض العضوية وجميع أمراض التي تصيب البادل بإذن الله تعالى وهي مجربة صحيحة أيها الإخوان فاعتمدوا عليها ودائماً أصيكم أيها الإخوة الكرام بقراءة سورة الفاتحة بالبسملة الشريفة يعني لا يمكن أن تقرأ سورة الفاتحة بدون البسملة فالبسملة آية منها أيها الإخوة الكرام دائماً تقول الفاتحة متصلة بمي من البسملة بعد التعود أولاً تقرأ التعود أعود بالله من الشيطان الرجيم في المرة الأولى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخر سورة الشريفة تقرأها سبع مرات ثم تقرأ هذا الدعاء المبارك سبع مرات اللهم أذهب عني سوء ما أجد وفحشه وفحشه بدعوتي نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المبارك المكين الأمين عندك الأمين عندك هذا الدعاء تقرأه سبع مرات ويمكن قراءتها على الماء كما قلت لكم وشربها وتكرر العمال كل يوم القراءة والشرب أو تقرأها على زيتين من كزيت الزيتون وتدهن به موضع الآلام ثم تقرأها على موضع الآلام تضع يدك وتقرأها على موضع الآلام فإنها إن شاء الله شافية وكافية إن شاء الله تعالى ويمن أعظم الرقيات ومن أعظم ما وجدنا فيه تأثير على الألام على الأمراض بأمر الله تعالى ولها نورانية وتفاصيل كثيرة جدا في علاج الأمراض وخوص كثيرة سنضعها إن شاء الله تابعا فتابعونا إن شاء الله تعالى في هذه القناة المباركة التي هي قناتكم نسأل الله سبحانه وتعالى بشر الفاتحة وأنوارها وبركاتها وقدسياتها. وعظمتها أن يشفينا ويشفيكم من جميع الأمراض والإعلان وأن يفتح لنا ولكم أبواب الخير والتيسير ويغلق عنا وعنكم أبواب الشر والتأسير ببركة سورة الفاتحة الشريفة وصل الله وسلم وبركة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلامة سليمة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اشتركوا في القناة